اشتركوا في القناة من صارع الشيطان في مصائد وسهام إبليس النظرة المحرمة اللي كان لابد بعدها نتكلم عن مصيادة تانية وحيلة تانية لجأ لها الشيطان عشان يزين لكتير من الشباب ان هم ينصرفوا عن دينهم وينشغلوا بأمور تانية عيازا بالله تخليهم يبعدوا عن ربنا ويبعدوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالنهاردة هنتكلم عن صراع مع فتنة النساء الشيطان شغل كتير من الشباب بانهم بدل ما ينشغلوا بهم وقضية الدين وهم وقضية الوطن وهم وقضية انه هو نفسه يكون طالب جنة ونفسه يفوز برضى ربنا سبحانه وتعالى شغلوا بقضية فتنة النساء وفتنة النساء زي ما قلنا المرة اللي فاتت هي فتنة فعلا بس فتنة لكل مفتون الانسان اللي هو أصلا الفتنة كامنة في قلبه بيفتن أما الانسان اللي عنده هم وقضية اللي بيحب ربنا اللي شغل نفسه بسنة نبينا الانسان ده مش فاضل الكلام ده ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده عايز اقول لك حاجة وابدأ الدرس النهاردة بقصة بسيطة ذكرتها المرة اللي فاتت ومحتاج اقولها مرة ديت يعني مرة تانية حديث رواء احمد بسنة ده صحيح ان شاب من شباب الصحابة ما معرفش اسمه جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا شوف رحمة النبي بالمؤمنين يا رقوف الرحيم ما رحش بقى ازعقلو او شتمو او عمل في اي حاجة رحمة الربو لي وقال له اترضاه لامك قال لا جعلاني الله في ذاك اترضاه لابنتك لاختك لعمتك لخالتك قال له لا جعلاني الله في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رح النبي حاطت ايده على صدره قال له كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا بناتهم ولا اخواتهم ولا عماتهم ولا خالتهم ثم دعاله دعوة حلوة اوهو حاطت ايده على صدره قال اللهم اغفر الذنبة وطهر قلبه وحصن فرجه الشاب بيقول مشيت من عند النبي عمره ما فكرت في الموضوع ده بعد كده أبدا كنت أتمنى أن يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتحط على صدر كل الشباب المسلمين ويدعينهم الدعوة الجميلة ديت بكل أسف الموضوع ما بقاش حالة فردية الموضوع بقى حالة جماعية انتشرت والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل أسف كما عند البخاري أن هيجي أقوام من أمته شباب كتير هيستحلوا فعل الفاحشة بكل أسف قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة الزنة الحرة والحرير والخمر والمعازف والموضوع أصبح علامة من علامات الساعة الصغرى كما في صعيحين أن النبي قال إن من أشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنة والفعل انتشر الزنة كما أخبر الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم موضوع الوقوع في الفاحشة جريمة كبيرة أوى جماعة ومظلمة كبيرة جدا وموضوع فعلا محتاج إن إحنا نقف مع وقفة تحنا نشوف ربنا حذرنا من الزنة إزاي ربنا ما قالش ولا تزنوا قال ولا تقربوا الزنة أي حاجة ممكن تقربك لبوادر الزنة ابعد عنها ابعد عن أي حاجة ابعد عن نظرة محرمة ممكن توصلك للزنة ابعد عن اختلاط محرم يوصلك للزنة ابعد عن مصافحة مع واحدة أجنبية تقربك من الزنة ابعد عن خلوة بامرأة تقربك من الزنة ولا تقرب الزنة إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال جل وعلا والذين في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيء آتيم حسنات وكان الله وفر الرحيم من بشاعة الجريمة دي جريمة الزنة إن ربنا جعل العقوبة بتاعتها شديدة جدا جدا وأمر عباد المؤمنين إنهم يشهدوا عقوبة الزاني فجعل عقوبة الزنة للشاب إذا كان محصنا إذا كان متزوج إن هو يرجم بالحجارة حتى الموت طب ليه القصوة دي؟ ده كلام بعض الناس ليه القصوة دي؟ القصوة دي عمرها ما كانت قصوة لأن لو الموضوع حصل مع زوجة حضرتك عفاك الله من ذلك هتقول لا مش ترجموه ده أنت ترجموه وتقتلوه تحرقوه وتسلخوه وتموتوه وتعملوه فيه لأن ده عرضك فعشان ربنا يحافظ على عرضك يا مسلم ويحافظ على عرضي جعل العقوبة جديدة جدا عشان محدش يتجرق يبص لزوجتك ولا البنتك ولا الأختك ولا الأمك الشرع بيحافظ عليك وجعل العقوبة للشاب اللي ما تجوزي شاب غير المحصن يتجلد ميت جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة سبحانك يا رب ولذلك حبيبنا ما تصلى عليه الذي لم يترك خيرا إلا وقد حذرني إلا وقد دلنا عليه ولم يدع شرا إلا وقد حذرنا منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي بيقولك إن الإنسان حين يفعل هذه الفاحشة يعني سبحان الله ما بيفعلش الفاحشة فيه وقت يكون فيه الإيمان في قلبه الإيمان بيتنزع من قلبه في اللحظة دي حتى لو رجع له بعد كده بالتوبة بس هو في اللحظة دي بيبقى إنسان تاني غير الإنسان اللي ربنا قذف في قلبه الإيمان بيقولش إنه هو كافر بس بيقول في اللحظة دي يعني إيمانيته مش ممكن بتبقى في حال الضعف شديدة جدا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح إذا زن العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة كالسحابة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان بيطلع من قلبه في اللحظة التي يفعل فاحشة فإن تاب إلى الله عاد الإيمان إليه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن تعالوا حبايبي نشوف عقوبة الزنة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة عشان نقول لإبليس النهاردة هنجيبك بالضربة القضية وهنجيبك لمس أكتاف وإن شاء الله شبابنا هيجددوا البيع مع رسول الله وهيبعدوا عن الفواحش وهيبعدوا عن النظرة المحرمة عشان نقضي على كل سبل ومسالك وحية للشيطان ولا يتتبع خطوات الشيطان تعالوا نشوف عقوبة الزنة في الدنيا قبل عقوبته في القبر وقبل عقوبته في الآخرة عقوبته في الدنيا ثمان عقوبات أول حاجة يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس ثاني عقوبة سواد ووحشة في القلب ثالث عقوبة سواد في الوجه رابع عقوبة الفقر اللازم ربنا عافينا عافيك خامس عقوبة لا يأمنه الناس أبدا لأنه خائن سادس عقوبة لا يغار على عرضه أبدا سابع عقوبة أنه يصلت عليه من يفعل بأهل بيتي كما يفعل هو بأهل بيوت المسلمين دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة دي قصة راجل عابد راجل طيب من بني إسرائيل كان مؤمن وبيحب ربنا في يوم الأيام وكان بيته مكون من طابقين من دورين وكان فيه راجل سقى بيجي كل يوم يخبط فزوجة الراجل الطيب ده تنزل وتفتح الباب فتحة بسيطة وتطلع فوق وتستخبف غرفتها يقوم الراجل ينتظر تلات أربع داية تجون خلاص طلعت ويقوم داخل مفرغ المية في الحاجة اللي هم حطين فيها عايزين تحطه فيها المية ديت وبعدين يخرج ويقفل الباب وراه في يوم الأيام زوجها هذه المرأة راجل طيب ومحترم راحل محل بتاعه الدكان بتاعه عشان يبيع ويشتري وفجأة جاء زبونة أول زبونة جات له امرأة جميلة جدا تشتريت منه حاجة بتديلي الفلوس فتنا بجمال يديها فمسك ايديها وبعين تذكر فجأة ان ربنا مطالع علي وان ربنا هيحسبني على النظرة المحرمة واللمسة المحرمة سب ايديها واستغفر ربنا وقفل الدكان وقال اليوم اللي يبدأ بمعصية ربنا ما ينفعش ععد فيه في المحل خلاص اقفل وكفايا كده روح بيته فلأ امراته في حالة هسترية مالك قالت له حصل حاجة غريبة جدا قال لها ايه اللي حصل قالت له الرجل السأل اللي كل يوم بيجي حطلنا المية في الإناء دوته بيخرج وعمره ما بصري بقاله عشرين سنة النهاردة طلع وراي السلم ومسك ايدي وبصري ورحسبني فتبسم زوجه وقال دقة بدقة ولو زدته لزاد السقة عشان تعرف انه كما تدينه تدان بالاضافة رقم تمانية ان الانسان اذا زنى زي ما قلنا هو محصن بيرجم واذا كان مش محصن بيجلد ميت جلده ويغرب سنة كاملة تعالوا نشوف عذاب الزنا ايا زم بالله ربنا عافينا عافيكم في القبر لكن قبل ما نشوف عذاب الزنا في القبر عايزين نقول ان الامة جماعة الامة كلها بتعاقب لو انتشر فيها الزنا ولم يجد من ينكر الزنا في المجتمع هديكو حديث عجيب جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجهة بسنة دا صحيح يا معشر المهاجرين خصال خمس اذا ابتليتم بهن واعوذوا بالله ان تدركوهن النبي بيقول اعوذوا بالله ان انت تدركوا حاجة من الخمس حاجات ديت كان من ضمنها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى اعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا يا سبحان الملك روح النهاردة اي مستشفى وشوف كمية الامراض وكمية التحليل اللي بتتعمل الامراض اللي موجودة في عصرنا امراض معدية اكتر من عشر تلاف مرض منتشرين في بقاع الارض عمرنا مسمعا عن مرض واحد منهم كان منتشر في اسلافنا الذين مضوا كل دوت بسبب انتشار الزنا والفواحش ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما فشى الزنا في قوم قط الا كثرة فيهم الموت تعالوا نشوف مع بعض عقوبة الزنا في القبر ربنا عافينا عافيكم عقوبة الزنا في القبر باختصار شديد والحديث روال بخاري ان النبي لما رأى في الرؤية في المنام ان جبريل وميكائيل واخدينه فشاف ان نبع سام مشاهد عجيبة جدا كان من ضمن المشاهد العجيبة التي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى ناس في بناء مثل التنور مثل كده الفرن والناس دولة عريانين نساء ورجال عريانين وجايلهم نار من تحت فلو النار تريت عندهم يعودوا يسرخوا يسرخوا ثم تنطفئ النار يعني تنزل شوية فيهدو بعد ان تطلع لهم مرة تانية ويسرخوا فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين رأيتهم في التنور عراطا رجالا ونساء هم الزنان دعزبهم في القبر الى يوم القيامة تحنا نشوف عقوبة الزان يوم القيامة هتكون شكلها ايه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى أخي وحبيبي أقول لك عقوبة الزناف الآخرة ذكرنا 8 عقوبات للزان في الدنيا وذكرنا عقوبته في القبر وتعالى نذكر عقوبته في الآخرة عقوبته في الآخرة الحياة جديدة قوي ربنا مش هيكلمه ولا هينظر إليه ولا يزكيه ويعذبه عذاب أليم ايه الدليل على كده حديث روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كان أول واحد فيهم شيخ زان اش معنى الشيخ الزاني؟ قال لك لني الشيخ الكبير ده الشيخ يعني الكبير في السن خلاص انقطعت عنده الشهوة فكنوا أنه يتكلف الشهوة علشان يروح يفعل بيع الحرام فعقوبته كانت شديدة غير ده كله أنه هو يلقى الله مفلسا حسناته تتوزع على غيره لأنه لما زنى ارتكب مظلمة في حق أناس زنى بزوجة فلان أو زنى ببنت فلان فلان ده يجي يوم القيامة ياخد من حسناته كما يشاء أتدرون من المفلس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخي وحبيبي لذلك كان النبي لما كان بيبايع رجال الصحابة كان من ضمن البنود بتاعة البيع أنه كان بيبايعهم على ترك الزنا وعدم الجرأة على مثل هذه الفحشة فعن عبادة بن الصامت والحديث في البخاري ومسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إيه رأيكم يا شباب ما تيجوا نجدد البيعة النهاردة اللي لا دي تيجوا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي واقع في الفحشة دي توب وانا لما ذكرت لك العقوبات دي وكلها ما ذكرتهاش عشان يأسك من رحمة ربنا لكن ذكرتها لك علشان ما تتجرأش على فعل الفحشة دي وعشان تتوبوا لذلك أنا تعمد تذكر لك الآية الآية ليه؟ ليه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلض فيه مهانة إلا من تاب يالله جدد البيعة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات انتشر الزنا في هذا الزمان تحت أسماء أسماء جديدة أو جدت ما كانتش موجودة في عهد النبي لكن اتواجدت دلوقتي زي زواج الوهب زواج الوهب ده جماعة كان أمر خاص بالنبي وبس مش خاص بالنبي والصحابة النبي وبس قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أيس تنكحها خالصة لك من دول المؤمنين فكل واحد يروح لوحدة تقول له وهبت لك نفس يقول لها قبلت خلاص اتجاوزوا ده كان أمر خاص بالنبي أما غير النبي سواء من الصحابة أو التابعين أو غير ذلك فلا يجوز وإن حدث فهو زنا وليس زواج زي أمر ايه تاني زي الجواز العرفي اللي انتشر بكل أسف في الجامعات جامعات بلاد المسلمين انتشر فيها الزواج العرفي هو الزواج العرفي محرم فيه نوع منه محرم فيه نوع مش محرم ايه نوع مش محرم بسرعة كده زواج عرفي هيتم في وجود ولي قد بالك وركز معي في وجود ولي ووجود شهود وإعلان وكل حاجة ومهر ولكن مش هيتأيد عند المأزون ده بيسموه زواج عرفي لكنه شرعي أما الزواج العرفي المحرم اللي هو زواج بغير ولي الدليل على تحريم الزواج ده قول المولى عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فانكاحوها باطل فانكاحوها باطل فانكاحوها باطل ذكرها النبي ثلاث مرات وتعالوا نحكي قصة عجيبة جدا حصلت عشان تعرفوا قد إيه في مآسي كبيرة جدا من وراء الزواج العرفي لا يعلم قدر تلك المآسي إلا الله رجل كان متجوز ومخلف بنت وحب إنه يتجوز تاني وخاف إن زوجته الأولانية تعرف فالبيت يتخرب فقالتجوز منورها فراح تجوز عرفي جوز عرفه محرم تجوز عرفي وأنجب من التانية ولد البنت كبرت والولد كبر والاتنين دخلوا الجامعة ودي ما تعرفش إن ده أخوها وهو ما يعرفش إنه ده أخته ويقدر ربنا إن يدخلوا نفس الجامعة ونفس الكلية ويقدر ربنا إن تقع قصة حب بين الولد ده وبين البنت ويعيشوا مع بعض فترة في الحرام وكانت النتيجة إن البنت حملت من الحرام وقالت له بالله عليك تنقذني وتيجي الولدي وتطلبني منه قال لها حاضر جمبا عبعض وهم بيكتبوا الأول ورقة عرفي يقدر ربنا إن ولد بيقول لها حاجة غريبة جدا شوفي من كتر الذوبان اللي في الحب اللي بيني وبينك اسمي نفسي اسمك اسمي كذا 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 واسمي والدك على نفسي اسمي والدي دي حاجة غريبة جدا وما خدش باله إن تي أخته هو بيحسب إن فيه تشابه في الأسماء واس فلما راح عشان يقابل والدها في اليوم اللي حددته وعشان يقابل والدها ويطلبها منه راح يقابل والدها في بيت البنت في بيت والدها اللي هو بيت البنت فكان الشقة بتاعتهم في الدور السابع خبط على الباب فجأة لقى على الباب مين؟ والده فبصلها قال لها إيه ده أنت عام لهذه المفاجأة وعزمتي والدي قلت له لأ ده والدي أنا فالوالد عارف الحقيقة وتيقى النوع في مصيبة كبيرة إنه زنف أخته وإنه أخته الآن حامل منه ما كان من الشاب إلا إنه دخل الشقة ورمى نفسه من البلكونة من الدور السابع فمات والأب لما سأل البنت إيه اللي حصل الولد ده عمل كده ليه؟ قلت له لإنه زنفية وأنا حملت فسقط الرجل عيازا بالله أصيب بجلطة في المخ عيازا بالله وتنقل على غرفة الإنعاش والبنت أصيبت ما استطعت أن تتكلم حصلها خرس في لسنها ولم تستطع أن تتكلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خدتوا بالكو مصيبة كبيرة حصلت بسبب زواجة محرمة وإنه ما يعرفش ديت أن دوت أخوها وإن دي أختك وخدوا بالكو من بعض وحفظوا على بعض كان الجريمة الكبيرة اللي حصلت بسبب الزواج العرفي وما خافي كان أعظم أخويا وحبيبي تعالوا بسرعة نقول الضمانات الوقائية اللي نقدر بها نجيب الشيطان لمس أكتاف وننتصر عليه في الجولة ديت ونقول له إن شاء الله ما فيه الشاب بعد النهاردة هيقرب لا من نظرة محرمة ولا من علاقة محرمة إن شاء الله شبابنا هيكونوا أطهر شباب إن شاء الله شبابنا يعيشوا حياة كلها بفضل الله كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف الضمانات الوقائية خمستاشر ضمان في عجالة سريعة كده في الوقت المتبقي أول حاجة من أجل الضمانات الوقائية التي تمنعنا من الوقوع في الزنة فرض الحجاب على النساء يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين رقم اثنين الأمر بغض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن رقم ثلاثة الاستئزان من أجل عدم الاطلاع على العورات رقم أربعة إن حرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد وبين العباد قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللي بينشروا جرائم الزنة في المجلات وفي صفحات الحوادث وفي النت إلى غير ذلك دول بيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اللي بينشروا الأفلام الجنسية عيازا بالله على النت وفي الفضائيات دول بيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا رقم خمسة حذر الزوج من أنه يغيب عن زوجته فترة طويلة وقال لزيك سيدنا عمر لما سأل المرأة وعرف أن زوجها غايب فرح سأل بنته حفصة فقال لها كم تستطيع أن تصبر المرأة على غياب زوجها قالت له شهر أو اثنين أو تلتة في الآخر قالت له أربعة على ألا يزدن رقم أربعة رقم خمسة رقم ستة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وحصرت هنا قصة عجيبة جدا أن كان فيه مرأة متجوزة وزوجها راجل محترم وفي يوم الأيام جابت شغالة عشان تساعدها في البيت واتبك معها وكانت الشغالة مرأة جميلة وقدر ربنا أن المرأة في يوم الأيام وده خطأ كبير خرجت من البيت وثابت زوجها مع الشغالة رجع بتفتح الباب بالمفتاح فجأة سمعت صوت مش طبيعي فدخلت لقت عيازا بالله علاقة محرمة بين الزوج وبين الشغالة فحملت نفسها ما شفتش وخرجت وقفرت الباب وغابت ساعتين ثلاثة وراحت راجعة ودخلت على زوجها وسلمت عليه وقعدت معه وققرت معه وكأن ما فيش حاجة حصرت وبعد يومين ثلاثة رحت ممشية الشغالة فزوجها بيسألها بقولها أنت مشيت الشغالة ليه قيت له قسكو ده أنا مكسوف أقولك ده حصل أن أنا خدتها من كم يوم وكشفت عليها وطلعت البنت مصابة بالإدز فخاف على نفسه وظن أنه هو كمان انتقرت إليه عدوى الإدز فرجع لربنا وبدأ بقى يصلي والصلاة الخمسة في المسجد وقرأة كرآن وطل الليل والنار استغفروا عبادة وذكر لله لحد ما قاعد شهرين خلاص كان هيموت فأخبرته بالله حصل وعاد إلى الله بالفعل الحمد لله رب العالمين وبعد كده يعني الحمد لله صار على الصلاة المستقيم رقم سبع من الضمانات الوقائية تحريم دخول أقارب الزوج على الزوجة قال صلى الله عليه وسلم كما عنده بخاري ومسلم إياكم والدخول على النساء قال يا رسول الله أرأيت الحمد قريب الزوج أخو الزوج ابن عمه ابن خلته قال الحمد والموت الحمد والموت الحمد والموت رقم تمانيا تحريم مصافحة المرأة الأجنبية قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أنت ما السياده يد امرأة لا تحل له ولما راحت المرأة تبايع النبي قالت له أمدد يدك فالأباعك يا رسول الله قال إني لا أصافح النساء وقالت أمونا عيشة فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها رقم تسعة قرار المرأة في بيتها إن الست تعد في بيتها إلا إذا اضطرت للخروج فتخرج بضعابة شرعية إلى غير ذلك يقول جل وعلا وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى رقم عشرة حرم سفر المرأة بغير محرم لا تسافر المرأة بغير محرم رقم حناشر حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بسرد صحيح أيما امرأة استعترت فمرت بقوم فوجد ريحها فهي كذا وكذا رقم اتناشر تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا طلبها زوجها فلا تمتنع إلا لعذر شرعي أو لمرض قال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية مسلم والذي نفسي بيدي ما من رجل يدع امرأته إلى فراشه فتأب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا حتى يرضى عليها في رقم 13 عدم وصف المرأة لمرأة أخرى قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها يعني تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها رقم 14 تحريم الخضوع بالقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبيه مرض وظلمين أمهات المؤمنين وهيكلم قدام مين قدام خير جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقم 15 الحض على الزواج والحض على تيسير الزواج الحض على الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البقاء تفلي تزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء وأما للتيسير قال صلى الله عليه وسلم خير النساء أيصر أخوه يا حبيبي دي كانت وقفات بسيطة في صراع مع فتنة النساء يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين جددوا البيعة مع حبيبكم حبيبكم وحبيبي الدنيا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنجدد البيعة عمرنا ما نقع في الفاحشة نبحث عن الحلال الطيب يا إما نصوم ونلجأ لربنا أن ربنا يصر يا رب يصر الزواج والعفاف لكل شباب وبنات المسلمين يا رب العالمين اللهم أمين إن شاء الله نكون انتصرنا على الشيطان بالضربة القاضية ويجبنا لمس أكتاف إن شاء الله ربنا ينصرنا عليه دنيا وأخرة أسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين اللهم ارزق بنات المسلمين بأزواج صالحين يعينوهم على طاعة الله يا رب العالمين اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته